للعام الثاني على التواري تشارك هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في معارض سوق السفر العالمي الصيني المقام في مدينة شانجهاي ويعد سوق السفر العالمي الصيني من أبرز المعارض المتخصصة بالسياحة والسفر في الصين ويستقطب أكثر من 800 عارض من منطقة آسيا والعالم المزيد في التقرير التالي تحت شعار الشارقة هي وجهتي تصدر جنح هيئة الإنماء التجاري والسياحي بإمارة الشارقة القاع الرئيسية في معرض برصة الصين الدولي للسياحة المشاركة والتي تمتد على مدى ثلاثة أيام تأتي ضمن استراتيجية الشارقة لتعزيز مكانتها في كبرى الأسواق العالمية المصدرة للسياحة كذلك زيادة التدفق السياحي إلى الإمارة لتصل إلى عشرة ملايين سائح بحلول عام 2021 هذا المعرض بالنسبة لنا منصة مهمة جدا للتواصل مع شركائنا في قطاع السفر والسياحة وهذا السوق الواعد المصدر للسياح لجميع أنحاء العالم ومنها طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة بالتحديد شهدنا نمو السنة الماضية ما يقارب الـ 54% لسنة 2017 مقارنة في سنة 2016 طبعا هذا السوق مهم جدا بالنسبة لنا لأنه سوق واعد مثل ما ذكرنا الشارقة والتي تقدم منتجا سياحيا وثقافيا متميزا لزوارها من السوق الصيني من متاحف ومراكز ثقافية وفنية ومراكز تسوق راقية تستقبل حاليا أكثر من 121 ألف زائر سنويا من خص مثلا إمارة الشارجة زاد العدد تقريبا 54% من السواح أو النزلاء في فنادق الشارجة الأرقام نحن عدنا بشكل عام على مستوى الدولة يالس الزيد من ناحية الزوار ومن ناحية عدد الترانزيت لأن نحن عدنا دولة الإمارات تعتبر كموقع استراتيجي بالنسبة للصين في جزئية الترانزيت ومثل ما قلنا موضوع التأشيرات صار فيه إعفاء متبادل للصينيين والإماراتيين الشارجة هي مركز ثقافي وتاريخي رئيسي في الإمارات فيها 26 متحفا وموقعا جاذبا للاستكشاف والزيارة ما يشجع على زيارة الشارجة بالنسبة للصينيين إن المسافة بينها وبين دبي تقريبا مثل المسافة بين شانغهاي وحي بودونغ أي إنها قريبة من دبي كما أن زيارة الشارقة من مطار دبي أسهل من الذهاب إلى مركز المدينة في دبي لذا السياح الصينيين مدعون ومرحب بهم لزيارة الشارقة السوق الصينية تلعب دورا مهما في تطوير القطاع السياحي في دولة الإمارات ومن المنتظر أن تبلغ حجم تدفقات السياحية الصينية إلى 200 ألف نزيل للمنشآت الفندقية بحلول عام 2021 وقد ساهم قرار دولة الإمارات بمنح تأشيرات الدخول من مطارات الدولة لكافة زوار جمهورية الصين ساهم في توفير دفعة قوية لدعم جهود الهيئة الرامية لترسيخ مكانة الشارقة كإحدى أفضل الوجهات السياحية والتجارية حاتم فريد أخبار الدار شانغهاي